أهلا وسهلا بكم على قناة اكسب اونلاين الحلقة دي هنشوف فيها كتابة مقال عملي بنراعي فيه قواعد السيو الأساسية لازم قبل ما تشوف الحلقة دي تشوف الحلقة بتاعت قواعد السيو علشان تقدر تكون متابع معانا وفاهم اللي بيحصل لو انت أول مرة تشوفني اعمل اشترك في القناة وفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة ونكمل بعد الفاصل عرفنا قبل كده ان في قواعد اساسية لازم نراعيها في كتابة المقالات والهدف من الالتزام بالقواعد اللي هي قواعد السيو هو ان المقالات يتم ارشفتها من محركات البحث بشكل صحيح ويتم ده بسرعة وكمان ان المقالات تتصدر في نتائج محركات البحث بس لازم تبقى عارف ان تصدر محركات البحث مش هيجي كده او بالصدفة ده لازم تراعي فيها حاجات كتير قوي وكلها معمولة على اصلها وبشكل مصبوط هنشرح دلوقتي وهنشوف كتابة مقال عملي بس هنتكلم فيه عن بعض القواعد الخاصة بالسيو الاساسية اللي اتكلمنا في حلقة منفصلة قبل كده عنها كلها لان الموضوع كبير لكن هناخد الحاجات الاساسية اللي اتكلمنا عنها قبل كده واللي بيشوف الحلقة دي يفضل ان هو يجع يشوف حلقة قواعد السيو الاساسية في كتابة المقالات علشان يقدر يفهم ويتابع الحلقة دي معنا ويفهم اللي بيحصل لما تذكر الحلقتين دول بتاعة القواعد وحلقة التطبيق العملي ده هيساعدك انك تحسن من مستوى كتابة المقالات عندك سواء كنت بتكتب في موقعك او مدونتك او كنت بتشتغف كتابة المقالات على موقع الخدمات وده غير ان فيه طرق ربحية كتير بتعتمد على كتابة المقالات لو انت فعلا اتقنت الموضوع وعرفت ازاي تكتب مقال مزبوط وبتراعي فيه قواعد السيو وتقدر ان انت تتحقق منه ارباح كويسة جدا نبدأ دلوقتي بالشرح العملي اول حاجة هنبص عليها هي طول المقال علشان ما تبقاش مقال قصير وضعيف والمعلومات اللي فيه محددة هنلاقي المقال ده عبارة عن الف تمانية وعشرين يعني نقول تقريبا الف كلمة تالي طول المقالة بالنسبة لقواعد السيو يعتبر كويس والمقال اكيد فيه معلومات قيمة مش هتكون الف كلمة يعني حشو ومش تتلع منهم باي حاجة فكده بالنسبة لطول المقال هو مقال كويس الف كلمة يعني يعتبر لحد ما حاجة كويسة بالنسبة لمحركات البحث دي كده اول نقطة تاني نقطة هنبص عليها هي الاكتباس زي ما قلنا ماينفعش ااخد من مقالة تانية وابدأ احط في موقعي لان كده يعتبر انتهاك لحقوق الطبع والنشر زي فيديوهات يوتيوب ووضحنا للموضوع ده قبل كده قلنا زي ما انت هتاخد جزء من فيديو او هتاخد فيديو تنزله على جهازك وتبدأ ترفعه على القناة بتاعتك هيترفع وهو عليه حقوق طبع ونشر يعني الفيديو ده مش بتاعك كذلك في المقالات في برامج هنعرفها بعد كده بتبدأ من خلالها تعرف هل المقالة دي في جزء منها متاخد من مقالات تانية ولا لأ ولو فيه ايه هو وكان في المية من المقالة متاخد من مقالات تانية وده طبعا بتبدأ جوجل تحسبك عليه بتروك كتير وتنزل عليك عقوبة يعني زي زي اليوتيوب مفيش اي مشكلة خالص لكن الاكتباس في المقالات والمدونات ليه طريقة وانك لازم تستخدم الطريقة الخاصة بالاكتباس وتبقى اجزاء محددة يعني مش تاخد مقالة كاملة وتعتبر نداء اكتباس لا زي ما هو واضح في المقال كده قدامنا مفيش اي اجزاء مكتبسة وده يفضل يعني انت يفضل لما تيجي تكتب مقال يفضل ان انت بلاش موضوع الاكتباس لان ليه معايير كتير وممكن اجزاء يعتبرها انتهاك واجزاء يعتبرها اكتباس فانت يفضل ان انت على قدر الامكان بلاش الجزء بتاع الاكتباس ولو هتستعين بجزء من مقال بتبدأ تحط علامات محددة هتعرفها في سكريبت ورد بريس ده هت اللي بتحدد ان الجزء ده مكتبس بالتالي مش هيحسبك عليه جوجل ان هو جزء مسروق او ده يعتبر انتهك لحوق الطبع والناشر بس احنا زي ما قلنا يفضل بلاش موضوع الاكتباس ده وانت تكتب المقالة كله بطريقتك ومن دماغك ومعلوماتك انت حتى لو استعنت بمعلومات من حد تاني تبدأ ان انت تتكلم فيها بطريقتك انت وتوضحها بشرحك انت هنتكلم بعد كده بالجزء بتاع الوسائط واستخدامه في المقالات المقال ده عبار عن معلومات نظري وزي ما احنا شايفين ان هو كله كلام لكن ما فيش غير صورة توضحية واحدة لازم تكون الصورة دي انت اللي عاملها دينا بنأكد على الجزء ده الصورة دي لو انت اخدها من جوجل هتبدأ ان انت هتحسب عليها كانتهاك لحوق الطبع والناشر وزي ما قلنا جوجل هينزل عليك عقوبة والعقوبات بتاعته يا ما ما تفتكرش ان هي محددة في حاجة معينة ده ممكن يضيق على الترتيب بتاعك ممكن اساسا لما تيجي تفعل جوجل ادسنس على الموقع بتاعك يبدأ يقول لك ان انت عندك انتهيك لحوق الطبع والناشر مش هينفى تشغل عليه وبكده انت ضيعت طريقة الربحية مهمة من ايدك بسبب ان انت اخدت الصور مش بتاعتك يبقى انت لازم تبقى عارف ان الموضوع كمال مش متوقف على السور الموضوع متوقف مثلا على السور على الموسيقى على الانفو جرافيك اي حاجة هتحطها في موقعك مش انت اللي عملها وعليها حوق طبع وماشر هتبدأ ان هي تعملك مشكلة بعد كده ولو ما عملت مشكلة دلوقتي هتبدأ ان انت تحس بيها بعدين سواء في الترتيب سواء في الارشافة سواء في تحرير الارباح من الموقع او المدونة بتاعتك ونقطة كمال بنأكد عليها علشان الناس اللي عندها فعلا اجزاء كتير او حاجات كتير مستخدمها ومش بتاعتها في المقالات بتاعتها سواء في الكتابة المقالات نفسها او سواء في الوسائط المستخدمة في الموقع او المدونة ان هو مش هيحس بحاجة خالص فعلا ممكن مينزلش عليه اي عقوبة وعادي جدا لكن لما يجي فعل جوجل ادسنس على الموقع بتاعه هنا هيلاقي مشكلة كبيرة وهيضطر ان هو يعدل في الموقع بتاعه كله ان هو لازم يشيل كل الحاجات اللي عليها حقوق طبع وناشر يشيلها من الموقع فانت من البداية اخد بالك من الموضوع ده بدل ما تلاقي المشكلة دي بعد كده الجزء اللي بعد كده اللي هنتكلم عليه اللي هو طول الجمل طول الجمل والعفارات الموجودة في المقال احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده في القواعد الاساسية برضو كل النقط اللي احنا بنقولها دي موجودة في الحلقة بتاعت قواعد السيو الاساسية لكتابة المقالات لكن احنا بنعلق عليها بمثال عملي ادي مقال مكتوب بيراعي كل قواعد السيو بيبدأ ان هو يفكر هل انا ينفع اكتب مقال وفي كل الحاجات دي ا رعيها ده الموضوع ممل وصعب لأ هو بس انت علشان لسه ما تعودتش عليه لكن انت لما هتشوفه وهتبدأ ان انت تتعود تكتب مقالات هتعرف ان انت الموضوع عادي وتتعود تكتبه بالطريقة الصحة على طول بدل ما تبدأ ان انت تكتب مقال غلط وتبدأ تعادل عليه وتضيف عليه علشان يراعي كواعد سيو زي ما احنا شايفين الجمل هنا وسيارة خالص وده طبعا قلنا بيراعي كواعد سيو هنلاقي جمل بسيطة هي اللي ويفضل طبعا ان الجمل الطويلة ما تزيدش عن يعني تلاتين او اربعين في المية من طول المقال يعني المقال عندي الف كلمة ما انفعش ازود عن 30 اربعين في المية من المقال عن جمل اطول من عشرين كلمة يعني لو انت اضطرت اوي الجملة تبقى طويلة يبقى ماشي لكن لو على قدر الامكان تقدر تقسم الجمل زي ما احنا شايفين كده كل الجمل اغلبها اصير مش هيزيد عن عشرين كلمة فده مفضل بالنسبة لكواعد السيو وكمان مفضل بالنسبة للقارق بدلا ما انت بتدي له بلوك كده كبير ويقعد يقرأ فيه ومش عارف هو اوله فين واخر فين لما انت ترتب له الموضوع في سورة نقط كده بيبدأ الموضوع اسهل عليه وكمان اسهل لمحركات البحث والارشفة بتتم الاسرع النقطة اللي بعد كده اللي هنتكلم عنها اللي هي وسائل اضاح طبعا احنا اتكلمنا عن السورة دي في جزء بتاع الوسائط وقلنا ان لازم تكون خاصة بك انت لكن ده جزء واحد وثاني منفصل عن الجزء ده اللي هو وسائل اضاح لازم لما يبقى فيه حاجة لوسائل اضاح لازم تستغل لكل الامكانيات اللي في ايدك علشان تعمل وسائل اضاح مفيدة للموقع بتاعك بمعنى ايه بمعنى ان انت لو بتشرح مثلا حاجة معينة مثلا انشاء حساب جيميل وليكن ماينفعش تعمل المقال ده نظري زي ما احنا عاملين هنا ده مقال مثلا نظري انا بعرف فيه مثلا موقع لينكد ان وهو بيعمل ايه وضعه وايه الاقسام الرئيسية اللي فيه بنتكلم فيه عن الموقع بشكل عام لكن لو انا مثلا هعمل عن انشاء حساب في الموقع ده او مثلا بعمل ايميل جديد ماينفعش اعمل مقال نظري لازم يا اما احط فيه جزء من فيديو انا عامله لازم احط فيه سور توضحية مفيش مشكلة حط اللي تحطه المهم يبقى فيه وسائل اضاح لان هي ده المفضلة كل ما استعنت في المقال بتاعك بوسائل اضاح كل ما زودته بمعلومات تساعد ان انت تفهم المستخدم او القارئ اللي بيتابع الموضوع كل ما كان اسهل ترتيبه في محركات البحث كل ما سهلت الموضوع وكل ما كان ترتيب سهل في محركات البحث خلي المعلومة دي في موخك يعني ما تبخلش على المقال بتاعك بوسائل ادراح سواء بسورة او انفو جرافيك او مقاطع فيديو او مقاطع صوت ايا كان اللي هتعرف تزود بي المقال بتاعك ما تبخلش عنه عشان تسهل ترتيب المقالات في محركات البحث اخر حاجة بقى تكلمنا عنها في الحلقة بتاعة قواعد السيو اللي هي زي ما هنشوف في المقال دلوقتي بنية المقال زي ما احنا شايفين ادي كده ده عنوان رئيسي للمقال وده طبعا محدش هينساء ده حاجة اساسية العنوان الرئيسي اللي بيبقى اتش وان وقلنا في المقال بيستخدم اتش وان واحد ده لما نتكلم في الحلقة لما ناخد ده وننقله في الموقع بتاعنا على الورد بريس هنعرف ايه هو الاتش وان والاتش وان والاتش وان والكلام ده كله هنيجي بعد كده هنلاعي المقدمة بتاعة المقال وزي ما احنا شايفين هم عبارة عن جملتين طوال شوية مفيش مشكلة لكن ده المقدمة اللي هندخل بيها على المقال بعد كده بابدأ لاقي عنوان فرعي في المقال وطالع منه عنوين فرعية مفيش مشكلة كل ما العنوين زادت عندك كل مكان افضل علشان تسهل على القرى متابعة الموضوع وزي ما قلنا تسهل الارشفة على محركات البحث كل مكان فيه عنوين فيه عنوين فرعية كل مكان افضل تبدأ ان انت تقسم الموضوع بتاعك حتى مهما كان كبير يبدأ القرى يدخل على الجزء اللي هو عايزه بدون اي مشكلة لانه عنده عنوين وعنوين فرعية كل الجزء الطويل اللي احنا بنلف فيه ده اللي هو اسمه جسم المقال اللي تكلمنا عنه ده بيبقى اطول جزء في المقال ده بييجي بعد المقدمة على طول يبقى دي العنوان وده بعد كده المقدمة وده من اول هنا ده جسم المقال بيبدأ لحد الاخر خالص لحد الاخر خالص هل لاخر المقال لا لحد الجزء الاخراني ده هنا كده بتبدأ هنا حاجة جديدة اسمها الختام ده الختام بتاع المقال ايا كان بقى الختام بيعتبر مثلا استنتاج للمقال بتاعك او كلمتين بتنهي بيهم المقال بتاعك الى جانب تحط مثلا كلمات المفتاحية بتاعتك مفيش مشكلة كل الكلام ده احنا اتكلمنا عنه في قواعد السيو الخاصة بكتابة المقالات لكن ده عبارة عن مثال عملي انت ممكن توقف الفيديو وتبدأ تبص في كلمة كلمة وسطر سطر وتفهم كل حاجة مكتوبة ازاي تعرف ازاي الجمل بتتعمل قسير وازاي تبدأ تقسم الجمل ازاي تعمل عنوين وازاي تعمل عنوين فرعية كل ده برضو هنتكلم فيه في كتابة المحتوى وتنصيقه وترتيبه لكن انت كده عرفت ازاي تكتب مقال بيجرع كواعد السيو الأساسية لو انت كتبت مقال ورعيت فيه بس الحاجات دي يعني اللي قلناها وفي الحلقة بتاعت الكواعد الاساسية يبقى انت كده بنسبة كبيرة بتكتب مقالات بشكل كويس لو انت بس رعيت الحاجات دي لسه فيه تفاصيل لسه فيه تفاصيل جامع دي الحقيقة لكن احنا بنقول دي القواعد الاساسية اللي من غيرها يبقى انت لو تكتب مقال بيجرع كواعد السيو ولا ينفع تكتب مقالات اصلا سواء بقى تكتبها في الموقع بتاعك او المدونة بتاعتك او سواء بتشتغل في كتابة المقالات وبتبيع المقالات بتاعتك على مواقع الخدمات ما تنساش ترجع تشوف حلقتي القواعد الاساسية لكتابة المقالات ولو انت اول مرة تشوفني اعمل اشتراك في القناة وفعل الجاس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة ونشوفكم الحلقة الجاية اشتركوا في القناة